أحسن يعني تحقيق التوازن المجتمعي العبارة التي ذكرها الحكيم لم تكن أول مرة كرر هذه العبارة بتقديرك هل يخشى الإطار فعليا حدوث اختلال بهذا التوازن سيما بعد انسحاب الصدر من المشاركة في هذه الانتخابات يعني هي تستمر كهواجس بالنسبة للإطار التنسيقي على اعتبار أن غياب ومقاطعة التيار الصدري مع القوى المدنية القوى المعارضة حتى قوى تقليدية منها ائتلاف الوطنية العراقي هذا الموضوع أنا أعتقد أنه سيدفع بقية الأطراف إلى محاولة استقطاب المترددين وبالتالي هو اعتراف مبكر بأن هناك عدم تعاطي مع هذه القوى التي يمثلها الإطار التنسيقي بالتحديد هذا من جانب ومن جانب آخر يؤشر لنا أن موضوعة الاختلال المكوناتي الطائفي منها بالتحديد هو يعود مرة أخرى لكي يكون محاولة لاستقطاب الأصوات الأمر الثالث ويؤشر بما لا يقبل الشك أن الإطار التنسيقي يدرك جيدا غياب روح المنافسة يعني على عكس المحافظات الأخرى في الأنبار صلاح الدين الموصل كاركوك وحتى ديالة إلى حد ما تلاحظ استاذ أحمد هناك تنافس كبير ما بين الأحزاب السياسية التي تمثل تلك المحافظات وبالتالي لا يوجد عملية اختلال في تلك المحافظات لكن أنا أتصور هي تستمر في إطار الهواجس لكن ليست الهواجس الثابتة بقدر ما أنها هواجس من تراجع نسبة المشاركة وأيضا تفوق لبعض القوى السياسية الأخرى ترجمة نانسي قنقر